دكتور رائد محسن طبعا معي اختصاصي بالإرشاد والتوجيه الزواجي والعائلة موضوعنا اليوم تأثير الانفصال المتكرر على العلاقة قبل الزواج صباح الخير دكتور صباح الخير لألك كلها مشاهدونا إن شاء الله سنة حلوة لألك على الجميع شو يعني هيد الترك والرجعة الترك والرجعة بفترة بالك المصاحبة أو فترة الخطوبة قبل الزواج صحيح شو بيصير بالضبط هي حسب شو سببها هلا يمكن حدا يكون عم نترك ونرجع نترك نرجع كرميل حدا من الأهل يمكن الأهل على الميلان يمكن الأهل من جهة وحدة هيده ما عم نحكي عنه نحن لأنه هاي بيكون حدا عم يترك أنه رضاءا للأهل بعد فترة من الفترات بيصيروا الأهل المنعين يقولوا مازيه لقدمت عليين ببعضهم فليكن نيها مش غلط يعني كرميل الواحد يعني جرب عم يقولون الأهل مجربت ابتعد عنه جربت ابتعد عنه ومقدرت يمكن وقت بيستعاملوا كتكتيك للأهل أنه تعدنا ومعجبني حدا غيره ما عجبني حدا غيره نحن نحكي أنه لما يكون في بعض المشاكل أو المسائل العالقة طيب بنقول أنه تركنا بسبب مشكلة ما طيب لما رجعنا عاي أساس رجعنا هلأ ممكن نكون نحلط أنه لقينا أنه في أرضي مشتركة حلينيها أقنعني أقنعتها أو اتفقنا أنه نساوم عليها حصار فيه اتفاق ما ورجعنا لكن غالباً بيكون مصر في حل هالمسائل أو المشكلة بيكونوا رجعوا لأنه بحبوا بعض بحبوا بعض وفيه أشياء تاني يعني خصائص تاني العلاقة ناشحة فيه عوامل أخرى بتأدي لنجاح العلاقة لكن برجعوا بعد فترة نفس الشي بصير برجعوا بتركوا من أجل نفس المشكلة لما نحن تاني مرة عم نترك وبعدنا ما تزوجنا بسبب مشكلة ما مقنطة أنه هيدا بدي هيدا لوحدة عامل انظار لا إذا تزوجنا شو رح بيصير لأنه قد دائما نشوف علاقات زواجية بيكون مثلا مزوجين سبع سنينة تمان سنينة تنقول بيطلع مشكلة ما جرب نبحث عن جذورة بيطلع آه ما هيدا لا لا هيدا ما سأل أنه نحن مشكلة معانين منها قبل الزواج قبل ما نخطب حطا وتركنا ثلاث مرات قبل ما نتزوج من سبب صار في تراكمات مش معانجينة بالسبب المشكلة لا غير التراكمات بسبب مشكلة واحدة هيدا بالسبب مشكلة هيدا نحن هلأ أصبح زواجنا بخطر وتركنا بسبب هالمشكلة ثلاث مرات قبل الزواج طيب إذا هلقدي مسألة مهمة بنسبة لكم اتناناتكم وما عم تقدو تحلوها كيف تتزوجelen ومسألة هذه لأكards مهمة ونفس الشي بنسبة مزوجين مع انه لنا نحاول عمزوجين طواز معه هم نظف 55 أو خدنا فرصة من بعضنا عاي أساس بخير نرجع نحن هلأ لقبل الزواج فيما بعد نحكي شو مرة يمكن عن بعد الزواج فلا نحن نقول أنه بالعكس حالة صحية أنه يكون في مشاكل بالعلاقة لأنه معناتها أنه ما حدا نعب يطمس هالمشاكل ممكن تطلع بين ما حدا عم يسكوت يعني ما حدا عم يسكوت عنهم قدت لانفصالنا طيب هلأ يا أما وحدنا يا أما مثل ما حكينا مرة عن عن الإرشادات ما قبل الزواج من روح نتحدن اختصاصها هالشي هذا وبتجرب أنه نشوف هالمسألة هل هي مسألة قيامية أو مسألة ثانوية هل هي إرضاءا لحدا من الأهل أو إرضاءا لرغبة ما أو مسألة قيامية نحن نحكي عن قيم عن فاليوز بشكل وعنصر أساسي بالخلاف بين الشركين لأنه واحد بها متعلق فيها وما بيتركها لأنه هذي مجذرين بفكرنا وبإيماننا ومارساتنا وإلى آخره إيماننا الحياتي يعني فهون عاي أساس عم نرجع إذا نحنا إذا إحنا تركنا وهيدي طبعا أنه خدنا بريك من بعضنا خدنا فرصة من بعضنا أنت نشوف إذا منحب بعض أوكي يعني أنه في كتير بيعملوها يعني ما قابلك أو بيجربوا يبعدوا ما بيلاقوا حالهم ما بعدوا ما قدروا يبعدوا بالرغم من المشاكل بيناتهم منشوفها كتير يعني أوكي فأزن هيدا بس معناتها أنه معناها معنا ذلك أنه العوامل اللي بتعلقون ببعضهم أكتر من العوامل بتخليهم يمتعدوا عن بعض يجب حلها مش معناتها بما أنه العوامل بتخلينا نضل مع بعض وتشدنا لبعض وما فينا نقعد بلا بعض ما فينا نعيش هلا من المكان في عيش بلا من المكان يعني بس عم نحكي The quality of life يمكن نوعية الحياة بوجودها بحياتي بتكون أفضل هذا معناها ما في حدا يقول أنا ما في عيش بدونه ما في عيش بدونه بس في نوعية حياتي بتحل الحياة أكتر يعني في ناس بوجودها بحياتنا حلية صحيح نوعية حياتي غير شكل برتاح أكتر حياتي على وضعي فهوني منقول أنه ما معناتها رجعوا لبعض معناتها أنه قدية لازم تبذلوا جهدا كي تحلوا هذه المشاكل العالقة بيناتكم مش معناتها أنه لأنه في كتير إشا بتشدنا لبعض معناتها نتغاضع عن مسائل هديكي هلأ بالنسبة لأنه ما يشوف إذا ما نحب بعض أن نتركنا ونفصلنا أوكي يعني ممكن واحد يستسخف في الموضوع هذا أنه مطلوب أنه تبتعدوا عن بعض تتشوفوا يمانيتها أنه كتير علاقة تكون هالشيء فراجيل فكيف يعني أنه تبتعدوا عن بعض تتشوفوا إذا تحبوا بعض طيب عملوها فالذلك تقول أنه هيد منها مشكلة إذا حدا منه مزوج أنه يبتعدوا تتشوفوا إذا ما نلاقينا ببعض هي خطورتها بتصير بعد الزواج أنه ما نبتعد تتشوفوا إذا فينا نعيش ما لبعض فهذا الثاني هني تنعين أنه الإبتعاد قد يؤكد لنا حبنا لبعضنا لبعض مش غلط بنفس الوقت واحد بده يعرف ما نعمل حسابه وأنه لما عم نبتعد معنيتها أنه هل نحن سوا أو ما سوا هذه الأقطة مهمة لأنه لما فهمت شو هي إذا نحن سوا يلا هنبقى شرحها هي لما نبتعد عن بعض لما نفصل عن بعض أنه ما ناخد فرصة هل نحن سوا أو لا يعني هل نحن بعلاقة أو لسنا بعلاقة مع بعضنا لأنه ممكن أنه هو أو هي تتعرف على شخص ما ويتهمه أو تتهمه بالخيانة نحن خدنا فرصة لشو نشوف أنه هل أنا قد أنجذب لشخص آخر نعم في بوستويلة في إمكانية كبيرة تنجذب لشخص آخر تنجذب لفتاة أخرى لكن هل ستعمل على أساس هذا الانجذاب هيدا هون بيجي الفرصة إلى معنى أنه خدنا فرصة من بعض خدنا بريك وتعرفت وهي تعرفيت وطبعا سننجذب هل هناك رغبة لتحريك مشاعري وسلوكي تجاه هذا الانجذاب وإذا كان في رغبة هل سأقدم على ذلك أم لا هون بيكون ساعتها عم نقول خدنا فرصة من بعضنا ستة شهر سنة شهرين وأنا تعرفت وهي تعرفت على كتير لكن بالنتيجة رجعنا على بعض لأن لقينا بعض في كتير ناس بتاخد بريك بكل واحد بيجرب يعيش حياته بيجعوا بيلاقوا أنه ما قدروا يعيشه وراء هذا البريك الطويل شو يعني صحي بس أو أنه ليه بدوا يتخذ هذا البريك ليه بدوا يدخلوا حدا جديد على حياتهم ما زال الأساس الأساسية موجودة معناتها في خلل من الأول أنا هيك بشوف الأساس لذلك أنا بقول إذا هذا شي بريحهم يعملوا لأنه أنا بقول ساعتها شخصيا يعني مثلك بقول أنه في خلل هلا يمكن يقول لا ما في خلل لكن أنا هيك بحب تأكد من مشاعري ساعتها هون مين أنا ومين أنت تنجي إلا أو نقله ما هيك الواحد تأكد من مشاعره كيف واحد يتأكد من مشاعره؟ لأنه يمكن بقوله أنه أنت بتأكد بطريقة مختلفة فلين بتأكد طريقة مختلفة أنا هيك بتأكد من مشاعري كيف دكتور فينا نساعدهم؟ خلين أقول بس حتى لا يسمعون أنه ما غلط يصيرها الانفصال ويأخذوا بريك طالما هني مزوجين من بعضهم شرط لا يتهم أحدهم الآخر بالخيانة إذا ما تواعد مع شخص آخر سوري قطش أقول لك كيف ممكن واحد يتأكد من مشاعره من دون ما يعملوا هالبريك يقولوا كل واحد نبعد عن بعض ونجرب إذا فينا نكون بلا بعض كيف ممكن واحد يتأكد من مشاعره؟ عم نحكي ناس يعني ببداية حياتهم ما عندهم هالخبرة اللي واحد بصير عنده إياها بعدين يعني عرفت؟ كيف ممكن يتأكدوا من مشاعره؟ هي تأكد مشاعر كل واحد يختلف حسب تربيته كمانا بوزن المشاعر بحياته يعني اللي الاربيان بيقى عاطفية وبيقى تسود المحبة بالأهل بالعائلة معناتها أنه المحبة والحب جزء أساسي من حياته ومن حياته واللي ما فيه هالجو المحبة بالبيت يمكن ما كتير عنده مسألة المشاعر يعني يستسخف ما نقول الآن في كتار يعمل شاهدونا بيكونوا يمكن هلأ مشدودين اللي عم نحكيه على أمل تكونوا مشدودين على اللي عم نحكيه وفي كتار بيستسخفوا اللي نحن عم نحكيه أنه مشاعر مشاعر بتجيه بتروح مشاعر بتكون بالأول وبعدين تزول عند البعض قد تزول هي بتتغير ما بتزول هي بتتغير بيصير في عندها صعوب ووابوط بس أنه ما بتزول ما مفروض تزول فإذا كيف واحد تأكد مشاعره هي ممكننا عم نحكيه أنه هالابتعاد الطبيعي بفعل دوامنا الدراسي إذا كنا طلاب جامعات أو ثانويات أو بفعل عملنا في هالوقت الماضية من دون الشريك أديه هو مدى الاشتراق للشريك أديه أنا بالفعل هلأ صرت بلحظات من لحظات نهاري بحاجة إلى لأنه شعرت بشو بكذا بنقص هون يعني مشتاق شوفها لحتى أحكي معها بموضوع شو أو مشتاق شوفها لحتى بس تكون موجودة بقربي بجنبي بقى كل واحد بالنسبة للمشاعر خطر على رأس الشيء هلأ يعني هو معقول يكون حب ولا عادة ولا ما فينا نبعده نفصله عن بعض يعني ممكن نكون عم نحسل الشخص الثاني تعودنا ما فينا نعيش بلاه أو منحبه يعني بيقدر الناس يميزوا بين إحساس العادة وإحساس الحب هون بيجي الواحد بده يتخيل حاله أنه بدون وجود الشخص بحياته بس هي عادة يعني هل تتغير نوعية حياتي بدون وجودها هلأ واحد ممكن كمان إذا تعود ما غلط ما هو تعودت بشكل أنه صارت جزء أساسي من حياتي لأنه بحبها العادة الحب يعني فيها تكون العادة حبيتها مصر تعودت على وجودها بحياتي هلأ فيه المعكوسة أنه بفعل احتكاكنا وتفاعلنا اليومي بالعمل أو بالدراسة أو بمكان آخر هون صارت عادة ما في حب يعني هوني مش الحب الأدلة أنه تعودت علي وتعودت علي فيه أنه تعالط والتفاعل اليومي تعودت على وجودها ساعة هون بدك تميز بين أنه بوجود صديق إلي زميل إلي بالعمل تعودت عليه وسائبة هي أنثى وتعودت على وجودها هل هل الرغبة الرغبة الروحية والرغبة الجسدية موجودة تجاه هل الشخص هيدا معني تأمنى بس تعودت عليها لأنه لما نحكي عن الرابطة الروحية عم نحكي يعني ما بدي كتير فوت بمجال أنه صرنا واحد لأنه لا مهما اتنين توحدوا روحا بيضال كل واحد عنده كيانه لكن هل بشعر أنا أنه في نقص أن لم تكن هي موجودة بحياتي هيدا النقص لما نقول متكأنه في جزء مني مسلوخ عندما لا تكون متواجدة بحياتي معني أنت هيدا حالة حب ما أنه عادة أو حالة يعني هيدا تعتبر حالة حب مفروض بحياتي سلخ روحيا عني بربعي أو نصي بحياتي حالي أنه غير موجود مني متكامل بدونها هيدا منه أنه تعودت عليها فقط إلا إذا واحد كان إن دينايل كان بنكران بنكران أنه ما بدأت تحطى حالة واطئة أو أنه هي لأنه مستويها الاجتماعي أو مستوي الاجتماعي ما بيخليني أنه يكون مع حدا مثله أو مثله نحن قالنا دائما ما في مستوى اجتماعي أفضل في مستوى اجتماعي يختلف عن الآخر طب ممكن يكون في عادة يعني معود على هذا الشخص وجوده بالحياة بحياتك أساسي ولكن ممكن تكون يعني عينك مش شبعاني في كتير ناس هيك معودين ما فينا ابعد عنه ما فيها تبعد عنه بس بتحسن منهم مكتريين هوني كمان هوني عم نحكي عادة بيور عادة ما عم نحكي حب يعني هوني منشوف على شو سبب تاريخه بالعلاقة وشو مدى هذا السلوك المكتسب بين الأهل بالبيت هل كان البابا أو الماما عندهم علاقات متعددة ولو كانوا بيفتكروا أنه ولادهم ما معهم نخبرهم فإذا هيدا سلوك مكتسب من الأهل وقد يكون هناك نقص بأمور مختلفة بالحياة لما يكون عين واحدا ما نقول بالدرج مش شبعاني أو عين ربرة ما في شيء بيكفيني لا بالأشياء ما في شيء بيكفيني من الأشياء الأشياء يعني المدية نعم فهل هو هوني وراء تشيئ على العلاقات العاطفية أو اللي أنا معه أو معه عن جد إنه ما هيدا هو بدي ثلاث أشخاص ساعة مش شخص اللي أنا بحبه فإذا معينتها أنا غير مقتنع إنه ممكن كون مع امرأة منة كاملة لأنه مفي حدا كامل فأذن هالنقص الـ 20 بالمئة اللي أنا بحب يكون موجود فيها أبحث عنه بأمرأة أخرى قد هيدا الشياء بحث عنه ووجده بالأمرأة الأخرى لكن لن أجد ما في الأمرأة الأولى طيب هوني معنات الواحد ورد كمال إنه أنا بدي رجل يكون كامل هيدا موصفاته خصاصه العشرة بديها تكون موجودة فيه عب إلا لن تجد ديه هذا الشخص يمكن تجد 8 من 10 وإذا 10 من 10 معنات أنه أنت كير محصوظة مهم نقتنع أنه ما رح نلاقي شخص كامل أو ما رح يعني لا رح نرضي حدا 100% ولا رح يرضينا حدا 100% يعني هدي بشكل عام في حدا بقول أنا راضي 100% ما منقول أنه فيش غلط بعلاقته أو بعلاقته بالعكس يعني منيح بالفعل محصوظة أنه في حدا 100% دكتور رائد بدأت شكرك بلتأي أنا وياك الأسبوع المقبل ألا راد بشكر حضورك